مرحبا بكم في قناة دي دو سمدي يعني فوائد الأرانيب أنا هدا الحلقة غادي نقدمها بحقيقة يعني هدا الفوائد هي في حقيقة غير مباشرة أو فوائد عكسية يعني ماشي مل أنا غادي نقول لكم يعني عطي الملح الأرانيب غادي مثلا غادي سمانه غادي تكون واحدة يعني واحدة نتيجة وإنما تعاملوا مع الأمور بذكاء يعني بوحد الدكاء إحنا كنا نضروا على الدكاء إذن أول حاجة وهو الملح إني غادي نعطيهم الأرانيب ديالنا أصمو غادي وقالهم الأرانيب ديالنا الأغلبية ديالهم كي ما كيبقوش يشربوا الماء إحنا يا أصمو كنديلولهم كنديلهم واحدة العملية ديال بتعطيش كي إني كنعطشوهم ممكن أن شحن واحد يعني مربي أرانيب عدبا ديه مثلا مبتدئ أو أو يعني محترف قد يفهمها الهضر اللي كنقوله بالنسبة الأرانيب اللي كتكون يالله ولدت يعني الأمهات اللي يالله ولده أشنو كيوقع؟ كيوقع أنهم كيمشيوش يبقوا شربوا الماء وهذا عدم شرب ديال الماء كيوقع لهم أنهم كيدروا هادوك الخلفات الجداد علاش لأنه ولو كان نقوله العدد ديال الحلامات ديال الأم قد العدد الصغار ولكن الحليب مكاينش في ديال الحلامات يعني تخيلوا معي أن أم ما فيهاش يعني الحليب والموربي دير المجهود دياله ودير السيكالين دياله ومسائل وصار فلوس ديال بصحة ولكن في الغخة كيتفاجأ بالنتيجة أنه هادوك الصغار ما كيكبروش دغية أولا ويعني المشروع كيبقى كيتدمر شوية بشوية علاش لأنه ما فهمش أشنو هو الحليب في الجسم ديال الأم الحليب في الجسم ديال الأم وهو بمثابة أنتيبيوتيك أولا بمثابة تصميم بمثابة يعني الحياة ديال هادوك الصغير كيتفاجأ أنه كيبقى يموت له هادوك الخلفات الصغيرة ورين يالله بقي فيهم واحد شوية يعني الحيمات كيبقى يتفاجأ أنه كل نهار كيموت واحد علاش لأنه هادوك الحليب يعني ما غير كافي لهادوك الصغار ممكن أنه واحد مثلا نقوله واحد خلف فيها عشرة مثلا كيسلكو منها مثلا النص وكيبقى النص أو كيسلكو منها أربعة وكيبقى وستة هو ما فهمش علاش هادوه الطريقة هادوك راه مجربة وجد مجربة وهي الملح الملح كطريقة دياله ديال استعمال ماشي غدين نمشيه وغدين نكبو مثلا واحد ملعقة كبيرة ونكبوها مثلا في نصف كيلو ديال السي كاريم ولا كيلو مثلا ديال السي كاريم لا ممكن أنه يعني المقادر هي كالتالي ممكن أنكم تتحطوا نصف ملعقة في كيلو ديال السي كاريم أو ربع ملعقة لا يشي مشكلة هي خاس الارنب غير يتدوق هادك 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 الملح وكونوا متأكدين غد يغي تدوقوا مباشرة كيمشي لمنه كيمشي هدوك الأكل اللي انت حطوله كيتدوق منه هدوك الملح وكيمشي الماء مباشرة إلا مشى الماء مباشرة كيقول لي أولاً كيشرب الماء مزيان تخيله غي في الصيف معنا يعني الأرنب ما كيشربش الماء عندما فات فترة دي الصيف رأي ممكن أنكم هدوك 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 الملح يعني غديت غديت يعني ذاك الميزان دي الماء اللي ما كيشربوش يعني ذاك المعادلة غديت لقوا أنتما النتيجة دي لذاك المعادلة لانكم يعني بغيتوا هم يشربوا الماء الناس اللي عندهم خلفات فاد الحرارة هادي ران اراني الماء كي يقول لي انت قد تمنى انهم يشربوا الماء هلاش؟ لان المرأة وجعلنا من الماء كل شيء انحي ضروري انهم يشربوا الماء بالاضافة ان هاد الملح ماشي غي قد تعطيش وانما هو كذلك فاتح للشاهية كنوا متأكدين ان الناس اللي عندهم اراني فيهم ذلك التسلسل يعني عندهم ظهر ديالهم صافي متسلسل وفقدوا الشاهية مكيش حل ديالهم يعني كيبقوا كيشوفوا فيهم حتى كيموتوا بالدام العين ديالهم كينها الطريقة هادي ديولهم محر شوية ديال الملح في الماء عفواً في مع الماكلة اسموه هادي يوقع انه هادي يضوقوا هذك الملح للجسم ديالهم كيكون مرتابك ما كيكونش فيها يعني يعني كين واحد خطأ ما كيف الملح اسموه كيديا كيفيقهم كيفيقهم ذيك الغريزة ديال ديال الاكل ديالهم كتتبدل عليهم الجو ديال الماكلة يعني اي كان يعني الفصة ولا نخالة ولا ممكن تبضرها قاع طعم دياله حلو وانتو ما كتعطيهم الدرع مني كتعطيهم معاهم سوية ديال الملح يعني التدوق ديالهم كيتبدل لهم وممكن انهم يسترجعوا القوة ديالهم غير من ديك القريصة ديال الملح ناهيك على المرضيعة هذه المرضيعة ضروري الملح لان المرضيعة يعني احنا من نروش على المرضيعة ولكنها ضروري على يعني الارنب الارنبة اللي الله ونلس من لا بد ما كتطيح شوية في الوزن اني كتطيح في الوزن كتلقاها يا اما بقى مهتمة بالصغار ديالها ونايدة انها تردعهم يعني خدامة معهم زيان وكاينة الام اللي كتسمح في الصغار ديالها لماذا؟ انت كتكون ضعيفة مع ذاك شي ديال الولادة وكتكون الدم وكيكون ذاك الحرارة ديال الجسم ديالها كتكون يعني مرتفعة وكتكون هي مسكينة بحالي نقولو فقدت من الوزن ديالها يعني خصوح طريقة ديال التعامل خصوح كيفاش متعاملوا معها كيفاش ممكن ان نديروا له واحد معلقة ديال العسل عسل العادية من الشي بالضرورة يكون انه غالي عسل عادية وممكن غي سكرة قاعد تديرها لها مع الماء وتخليها تشرب من هاداك الماء وتبديل الليها الماضاق احنا تعطيش او اضافة بعض الحلاوة في الماء هي كل شي هادشي عبارة على التبديل في الماضاق ديال الاكل من يكي تبدل لهم ماداك ديال الاكل كي الجسم ينتاعش كي يكون خاصة واحد المادة كتطيعوها لهم وكتساعدهم انهم ينوضوا يبدلوا الحيوية ديالهم كتتبدل والنشاط وكي يقولوك انك عطيتهم فيتامين اذا الحلقة ديالناية حاول انكم تتعاملوا مع هاد الالانب وهاد الموضوعات ديال التربية ديال الالانب حاولوا تتعاملوا معها بذكاء يعني انتم غا تعطيهم الملح ولكن غادي شي غادي انهم يديروا لهم بزاف ديال ال الكميات وغادي هما غادي اطرافهم شي حاجة ولا لا تعاملوا بذكاء اسموه الدكاء هو انكم تخليوا الالانب ديالكم يعطشو تعطيش هي عملية تعطيش ببساطة عملية تعطيش اذا الحلقة ديالناية هي حلقة مهمة وراها نعتبرها هادية لكل المتسبعي ديال صمدي كنشكركم على التعاليق ديالكم ما تنسوناش بجزير الجيم الضروري انكم ديروا الجيم من القناة يعني القناة استمر وممكن اننا قلنا نصف لكم فيديويات بحل هذا الشكل هذا كنشكركم على التعاليق طيبة ديالكم تكيوا لزير الجرس الناس لمجال مش يقولش معنا وإلى اللقاء في الحلقة المقبلة ان شاء الله